تصاعد لأعمال القتال في سوريا قبيل جولة جديدة من مباحثات جونيف الخارجية الأمريكية حملت النظام القسطة الأكبر من خروقات الهدنة وعبرت عن قلقها الشديد من احتمال تقويد وقف الأعمال القتالية وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية ومفاوضات السلام نحن قلقون جدا من تصاعد العنف بما في ذلك انتهاك وقف الأعمال العدائية يجب بدل كل جهد إضافي للحفاظ على الهدنة والعمل على معرفة مواقع الجماعات المتقاتلة وضمان تركيز جهودنا على داعش والنصرى المبعوث الأممي إلى سوريا سطفان ديمستورا شدد من دمشق عقب لقائه ورد المعلم على ضرورة التركيز على الانتقال السياسي الذي يمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين أطراف النزاع نقشنا أهمية الإبقاء على وقف الأعمال العدائية والذي كما تعلمون أصبح هشا لكنه موجود ونحن نحتاج لتأكيد استمراره إلى أن يصير ثابتا حتى عندما تكون هناك حوادث يجب احتواؤها اتفاق وقف القتال الذي صمد بشكل عام لأسابيع أصبح مهددا بفعل هجوم كبير تخضه قوات النظام المدعومة من حلفائها على مناطق سيطرة المعارضة في حلب إضافة إلى اشتباكات متصاعدة في محافظات عدة ومن المتوقع وصول وفد المعارضة إلى جنيف في الساعات المقبلة في انتظار وصول وفد النظام واستستمرار لتباين شديد في وجهات النظر بخصوص الفترة الانتقالية